لازم نتصرف بسرعة يعني قصد سيادتك ان احنا نحاول لازم ندفع حد وسطيهم حد مين معرفش لما لازم يكون حد هناك ينقلنا اخبارهم اول باول اتصرف الشريف انا بفكر يا فانت اتصرف بسرعة راجع شبكتك وانت عايزك اي يا فانت فكرت بالطريقة اللي هنغطي بيها وجود رجالتنا عالسحل الافريقي والله يا فانت بنا لسه بفكر انا بقى فكرت واستقريت على حل مدش ايه هو فانت تعرف السيد فهد فهد مين فهد حلمي في العلاقات العامة انا وصلت الفكرة فانت قول يا شريف احسن واحد ممكن يقوم بالمهمة دي هي لونا لونا مين لونا باير الصحفية الهولندية عندك حق هي الوحيدة اللي ممكن تتحرك وسطيهم من غير ما تلفت العنصار برافو يا شريف برافو مين الزبط اللي بيشغالها زكريا يا فانت اتصر بيه بسرعة يلا شيف ما فيش وانت مين اذا كان فريدريشقول ليغو خارجي انا معنكيش وقت اسمع الحراميات ألو مين مش فريدة أممين واحد اسمه زكريا زكريا مش مهقوم ألو زكريا انت فهمي عارفة انك بتكتب وعارفة ان كتبك اجمل كتب على قلبي علشان كده بصدقك وحصدق كل الكتب اللي حتقوله بعد كده وحشتني وحشتني طول المدة اللي فاتت دي اتناشر بالزبط اوكي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتباهوا على قناة اشتركوا في القناة أسفى يا سيدة مدير التحرير عارفة اللي اتأخر وآخرتي معاد اجتماع القسم وعارفة كمان ان انا استهل اللوم والتقنيب وكل حي بس ممكن حضرتك تأجل اللوم والتقنيب والشغل كبير لبكرة حلو النهاردة النهاردة انا في حالة صعبة جدا متوترة وقلقانة اصلي ما نعمتش تولي الليل كنت سهرانة في اضرب عمال النقم ولما فكوه اضطريت احضر جلسة تحضير ارواح لغاية الصبح عن اذنك انا مضطرة مش عشان اجهز نفسي عشان اقدر احضر اجتماع حزب الخضر لونة شو ممكن مم meانتش ت �ماليكوش موسيقى 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 مش ممكن مستحيل كده اسألي عليها في حزب الخضر الجديد ده أيوة كتراها تحضر اجتماع اللجنة ادخل مش معقول لا خلاص بقى لا خضر ولا صفر الهانة موصلت ممكن تفاهميني كنت في انتون النهار ممكن الاوت دي في نجال القهوة بتاع ده اتفضلي عملت تحقيق حوالين الاضراب بتاع انبارح اي اتفضل عظيم عظيم غطيته بالكامل بالصور والكلام عظيم واجتماع الحزب حزب ايه؟ الخضر يا لونة لا 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 خضر ولا زرق بقى ده كلام فاضي دي ناس بتفكر اللي ورا مش تقول تاني انا بصراحة ما كتبتش اي حاجة في الموضوع ده بس عندي ليك موضوع تاني لكن هو ده فعلاً اللي مسير موضوع ايه يا لونة؟ ما تتكلمي بقى وكفاءة سارة يلا ايه احدث حاجة وصلها الانسان في مجال العلم والتحضر؟ حاجات كتير في الطب مسلاً؟ لا لا في الفضاء اه قصدك سفن الفضاء؟ ايوة سفن الفضاء ورواد الفضاء اللي لفوا حوالين الارض ونزلوا على الامر مالهم دول؟ ايه رأيك في اللقاء بنسروة العلم وقاع التخلف؟ ممكن تخش في موضوعك مباشرةً؟ ممكن اتفضل ايه ده؟ ده اخر خبر بسيت وكالات الانباء النهاردة اردى عن زيارة عدد من رواد الفضاء الامريكيين لبعض الدول الافريقية الغربية هم؟ وبعدين؟ ولا قابلين ايه رأيك لو عملنا لقاء بين واحد من رواد الفضاء دول وراجل من غبات وأحرش افريقيا وشوفنا الحوار بينهم حيصفر عن ايه؟ انت مستحيل عارفة كل اللي انت حتقولهولي عن الامن والصعوبات اللي ممكن توجاني لكن احنا مش هنخسر حاجة ايه مانا ان احنا نحاول؟ طب نفترض انك قادرت يتقنعي واحد من الرواد دول هتقنعي الافريقي زي؟ ممكن تسيب الحكاية دي بقى علي انا انت بتشك في قدراتي احنا هنحاول ما احناش هنخسر حاجة وبعدين تصور المنشتات الرئيسية وصور الغابة والحيوانات المفترسة والرجل البدائي تحت سافري اردى بكرة بكرة ليه؟ الخبر بيقول ان الرواد الفضاء دول حيوصلوا ابيت الجام بعد اسبوعين طب والاستعداد ودراسة الاوضاع وعمل علاقات مع الرجل الافريقي واسرته وقابلته مش كل ده هيحتاج وقت وتجهيز قبل ما الرواد الفضاء يوصلوا اوكي لونا جايز نفسك وحجز التارة والفندق مرسي اولي روني هشوفك قبل مسافة هاي جاكي هاي لونا اولا عايزة خريطة الغربة افراقي ثانيا عايزة اسماء بعض المسئولين في حكومة ابيتجان اللي يقدروا يساعدوني في مهمتي اكيد مسافرة ساحل العيكة ايوه ثالثا عايزة كتابة وليكن كتاب واحد لان ما عنديش وقت لقرأة اكتر من كتابة بيتكلم عن ايه؟ عن افراقي الاستوائية عموما طب تعالي معي و salute أنا بقى هتلاقي كل اللي انت عاوزاه من كتب عن العالم كلهم وده أطلس بتاء العالم كلهم شكرا مجاجي شكرا آتي شكرا شكرا شوفي الاسم الرابع في الورقة دي لموظف في السفارة الهولندية في ساحل العجي يقدر يقدم لك اي مساعدة شكرا جاكي شكرا جاكي شكرا جاكي شكرا جاكي جاكوب فان هيمو كيراك جاكوب فان هيمو كيراك هتنسي الاسم؟ لا عاوز كل حاجة عن القاطرة ديها لونة حاضر من علي مش هتنام بعد؟ لا مش هاضر أنام لازم أمشي هتروح فين؟ لونة طب هشوفك إمت؟ قرائب همشي ندلوقتي وانتي بفرج براحتك سلام ما سلام؟ في معركة جوية رائعة سجلت فيها قواتنا الجوية انتصارا محققا على طيران العدو أسقطت طائراتنا طائرتين إسرائيليتين من طراز ميراج إحدهما هوت في بحيرة المنزلة وسقطت الأخرى في مياه البحر المتوسط وقد تمكنت قواتنا من أسر أحد الطيارين بعد هبوطه بالمظلة في مياه البحيرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر شفت يا رئيس؟ شفتوا؟ واحنا لعدين هنا؟ المأمولية بتاعكم يا فندم هتتنفذ أمتا؟ كل شي بقى أنا بقى يا فندم إحنا عايزين نعرف هي أمتا بالضبط وفين؟ علم علم المكارش السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحمد الله بسلامك من الله إزاي الحاجة؟ الحمد لله مبسوطين في المكان ده؟ يا فندم مفيش حد بنبسط في الحبس ماجدي؟ يا فندم إحنا بقى من فترة عادين هنا لا عارفين العملية إيه ولا فاهمين إيه الحكاية تقدر تقول إسعادتك معناها إيه الكلام ده؟ معناها إيه يا أخي ماجدي؟ بصراحة يا فندم معناها إنكم مش أسقين فينا أو إن العملية أخطر من إنا نحكي فيها ولا حتى لنفسنا؟ يا فندم يا فندم إحنا مستعدين نعمل أي حاجة بس نفهم كل المطلوب إنك تفهمه يا قرش إنك في مأمورية وإن المأمورية دي على أعلى درجة من السرية وبالتالي من الأهمية وإن اختيارك لها إنت وزملائك تشريف كبير لكم يا فندم الإخوة ما يقصدوش أي حاجة إحنا بس مش متعودين على النوع ده من المهام أيوة يا فندم إحنا قبل كده كنا بنبقى عارفين الهدف بتاعنا وبنتضرب عليه مش بس كده كنا بنعمل تجارب على أهداف مشابهة أنا عارف ده كله ومقدر أهميته وإحنا فعلا هنعرف الهدف وحنتضرب عليه بس مش للوقت إمتى يا فندم؟ قدام شوية طب ممكن يا فندم نرجع وحداتنا لغاية ما يجي معادي العملية لأ طب نخرجه نتمشيه ولا تتمشيه ولا حتى تتصلوا بالتليفون المفروض إن مفيش مخلوق يعرف عنكم حاجة وقبل التنفيذ مباشرة تتحركوا من هنا وفي الطريق للهدف هتعرفوه وحتتدربوا عليه وحتروحوا تنفذوا المهمة وحترجعوا بإذن الله متحت أنا عايزة جنيئة لو سمحت هو العصر قرب آه يا دوب نتوضب يلا رجالة يلا الله جرى إياكم انظار مالك فيه إيه؟ آه هم الجماعة وحشور بها جماعة مين؟ الجماعة الجاو خطيبتك تصور يا أخي كان عندي معاها معات في بيتهم عشان أتكلم مع أبوها وأخوها تفق معاها على كل حاجة وعدت أحلم طول الليل هقول لهم إيه وهيقولولي إيه؟ إلا وجرز التليفون رن ولازم تكون بكرة الصبح في الوحدة آه يبه هو ده بقى اللي مديك لأ طبعا أنا كان نفسي تفق على كل حاجة إحنا اللي بيننا قرأة فتحة وبس هم لأ إحنا قدمنا قدام شوي إيه؟ كتبتوا الكتاب؟ لا جبسنا الدبل ياه كل الكمية دي من المتفجرات؟ أيوه يوه البحث هيشيل كم كيلو دا كتير؟ نقول تلك نزاله دلعدد نضعف بالقال أو نقال للجهد الكل واحد إزاي؟ نركز الأماكن اللي هنزلع فيها المتفجرات هلا لو عندي رسم للهدف هيسهل علي العملية الدماما حديك رسمك روكي بس ما يخرجش عمك فهم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر ايه دا؟ هفار هفار ايه؟ هفار عملاقة وجراء خطيرة عملاقة وده أهلام في ايه؟ هنفجره أو نعطله ما نخليوهش همت على طابلة ولا طار فين؟ في المحيط في مكان ما في المحيط الأطلنطي دا اللي إسرائيل أعلانت عنه؟ عيده الله أكبر انت بتكلم جد؟ واحنا اللي هنفجره في السكة؟ إن شاء الله حيا على الصلاة ساعتك نتوضي؟ لا فبتعلي نتوضي عشان نصلي العصر جماعة حيا على الفلاة حيا على الفلاة انا قلتلك من الأول الأعمالية لازمها ستاشر دفضة تختصرهم لسبعة؟ لا يا فندم مش سبعة المالك ايه؟ تمانية الله انت تحسيب لي متحد؟ هيا طبعا ده راجل عبد السن يا أخي يا فندم لو الخطة تحتاجته هيشتغل زي رباح وبعين يا فندم احنا حلناها وقلنا إن كل واحدة لا لا الحملة تقيل تقيل يا أخي يا فندم أنا عملت لساعتك التجربة على الشد ايه بالوزن اللي هشيله كل واحد ما أنا شايفك بتاعة اللي قدامي الحملة تقيل ده لسه ينزل بيه كمان تحت المية يا فندم صدقني مش تقيل أنا كل اللي يهمني في الموضوع إني أقلل العدد عشان أقلل عدد المشاكل وأنا أصدارة الناس اللي يعرفوا بالموضوع صدقني يا فندم أنا درست الموقف ده بدقة جديدة جدا وشايف إن هو ده العدد الكافي تا روحت دكار دي أبلي كده؟ لا فندم ما روحتش شفت الحفار اللي انت رايح تدمره؟ حلمت بيه وبتفاصيل تفاصيله لو شفته هعرفه ولو في وسط مليون حفار ديفيد ديفيد محطة جاية فين؟ مش عارف كم يعني هي مش عارف لازم تعرفه بسرعة وجاز بينقص ولازم نمون هيبلغونا في الوقت المناسب أول مرة في حياتي أطلع مأمورية وأنا مش عارف وجهتها قرب محطة لينا هي جزر الأزور لو حنوقف فيها لازم نعرف بسرعة عشان نرسم خط السير أكيد هيبلغونا في الوقت المناسب لو حنوقف في جزر الأزور يبقى مفيش غير سان ميشيل أو بونتة دل جدا عارف كمتر ما تقدرش تتصل بيهم؟ هحاول يا كمتر هحاول موسيقى 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 خير دي من فرناندو من كونتا دل جدا ايو بيقول اي بيقول انه وصل ومسح المينا كلها وما لقاش اي اصل لباشا الله يعني لسه موصلش لكن على وشك على الله سيادتك روح لسياد فؤاد بيقول لسه طيب هو مستاني سيادتك دلوقتي في مدى انا مش هتاخن فؤاد مين فؤاد حلمي خيب قبل ان السياد مهرم يكلف واشوف دلال شوئي مين دلال شوئي الموصلة بتاعت السينما ماله مالهة ايه ما انت عارف ان فؤاد مسؤول عن الاعلام والسيد ماهر كلفه يعمل لنا فيلم فيلم ايوة فيلم سينمائي بطول الدلال شوئي بتبتكلم جد طبعا يا شريف بس هو تليقي نسي يقولك بالزمة ده قطي الظهر يا حزب انت اصلك فايل وحياتك ما بهزر انت عارف الفيلم ده حيصور فيلم فيلم فادغال افريقيا جنب الباشا بتاعنا موسيقى اولoughtة تقود موسيقى Clan أعلن متحدث إسرائيلي أن هجوما بالقنابل اليدوية وقع صباح اليوم على سيارة عسكرية إسرائيلية في حي صدفية في غزة رغم القيود المفروضة على حظر التجول هناك وقد أصيب أربعة أشخاص في الحادث وعلى الفور قامت القوات الإسرائيلية بحصار المنطقة كلها شفت الأولاد بتوع المقاومة الجبعات كلها شغالة ما شاء الله قولي إيه أخبار بعثة التلفزيون الفرنساوي جاهزين نعمش هبدأوا الحركة اللي قبل التنفيذ بيومين ثلاثة انت جاعش لحاجة تانية يا مهر مظبوط إيه عملت إيه لس شوية يعني إيه لس شوية يا مهر انت طالب طلب صعب والمدة اللي انت بحددها قصيرة جدا وبعدين دلال شوقي دي نجمة كبيرة ومعروفة وليها جمهورها ومعجبينها والدولة من وجهة النظر دي بتعتبرها سروة قومية بتعيش تقول إيه الناس اللي من نقعدة يعني؟ ما لهم الناس اللي من نقعدة؟ مش مصريين أفؤادوا اللي إيه؟ مصريين ووطنيين وكل حاجة لكن ملكنش أصلي مفيش قدامنا سكة تانية الناس دول في أقرى فرصة لازم يكونوا مسافرين هم ومعداتهم وآلاتهم طب مش لما السيناريو انكتب الأول؟ بيكتب يا أخي دي مشكلة؟ إمتى بس؟ إمتى ده إيه؟ أنا مش قيلك بقى لي كم يوم والسيناريو ده بياخد وقت تأديه عشان انكتب حسب طبيعة الموضوع والظروف اللي بنكتب فيه يعني يتراوح بين شهر وكذا سنة؟ كذا سنة؟ ده أنت بتعلم بقى أنت والتاني وحطين إيديكو في مياه باردة على كل حال الراجل ما سابش بيته من ساعة ما بدأ يكتب وإمتى بقى السيناريو ده يخلص إن شاء الله لما ينكتب كويس ودلال شاوء ما تقولش عليه لا وفي احتمال إنها تقول لا كمان محتمل طبعا لو الموضوع معجبهاش وبعدين معروف إن دلال شاوء دي موسلة إنفة وبترفض شغل كتير اسمع فؤاد الكلام ده ما ينفعش يا حبيبي لازم كل حاجة تكون خالصة في ظرف يومين على أقصى تقدير ما زا كنت إنت وفريد بقى ما تقدروش يبقى ده موضوع تاني ماشي عمامار ده شغلك يا فؤاد دلال لازم توافق السيناريو لازم يخلص عايز أسمع رد بأسرع ما يمكن السلام 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 دي السلام 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 الو اليو اليو يا فريدي انت فين يا رجل خلصت تب منتزرك لأ دلوقتي حالي هو سيتا كنتي يا فنم ما لك يا فريد بيزر عليك فهم الله كده ليه وانتا مش مخرج لا يا فنم انا معايا بكادوريوس سينما وبجانب المؤهد العالي اللي حصلت عليه لكن يعني مخرج ولا مش مخرج مخرج مع اقاف التنفيذ وهترفع عنك اقاف التنفيذ يا سيدي وهتخرج ولا ما تعرفش لا يا فاديم مسألة مش بسألة اعرف او معرفش خلاج السينماي ده مش منيات ده بجانب انه علم وفن وثقافة هو ممارسة وخبرة وتجريب وسياتك عارف كمان انه مالي سنين طويلة بعيدة عن مجال الاخراج الاعراف انك اتدربت عبلي كده اخرجت فيلم في امريكا لا يا فاديم ده كان فيلم دوكومنتر صغير قوي او يعني فيلم صغير ولا كبير او فيلم وخلاص فاضح اسمع فريد احنا عايزينك تخرج لنا فيلم رواقي طويل تدور احداثه في ادغال افريقيا كمان ايه ايه المشكلة لا لا في عند سياتك سيناريو جاهز اراه لا ما فيه سيناريو ما تعرفش تكتب سيناريو اه 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 انا لا طبعا يا فاديم انا انا مغرب بسيناريست انا اكتب سيناريو المستحيل مفيش حاجة اسمها مستحيل يا فريد الموضوع ده في غاية السرية ولازم يخلص باقصى سرعة الاوامر كده طب ممكن يا فاديم تفاهمني اكتر عشان ابابع ساعدتك في الصورة هفاهمك بس بشرط انك ما تكررش ولا كلمة من اللي هقولها لك حتى مع نفسك يه الموضوع سري للدرجاتي مش بس سري وحيوي جدا لمصلحة البلد نعم اه حسنا ابتدين اي فريد او عيدك يا فريد ادخل خير يا فتر خير ان شاء الله يا فتر خلصت سناريو اي يا فتر خلصت اه فتر هيل بارك الله فيك ها تشعر المفروض هتعمل فيه ايه بعد كده المفروض هنبعثه لكل الموصلين وبالذات لموصلة دلال شاوي احنا مش هنبعثه فيه منتج عادي هو اللي هبعثه هنجيب منين المنتج ده احنا جاهزة واحد اسمه يا فندم اسمه اسمه عزوز عزوز جابر معقول يا فندم هو ايه اللي معقول يعني معقول موصلة كبيرة زي دلال شاوي تظهر تشتغل مع منتج زي عزوز ما له عزوز لا يعني معروف في الوسط السينمائي انه انه منتج تعبان يعني ايه لا يعني مش قصدي تعبان مريض يعني منتج بينتج افلام هزيلة بسيطة متوضعة تكاليفة قليلة يعني وبعدين ما يدارش يدفع اجر دلال من ناحية الاجر ما تشيلش هم احنا نساعده لان ده شغلنا المهم السيناريو ده يعجب دلال شاوي تطولة 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 ومشي في حالك اه 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 كده عزالك اه اه ومشي في حالك اه اه كده عزالك واللي يدب من الحب يطق صباحين وارح الدار على احلى حتة مش اي حتة ولا اي ناس جدا عن حارتنا دول نورتنا وفي منطقتنا هم الاساس علمك وجية صباحين والدرسجية صباحين ومزيني صباحين ويا حتة اسمح يا باشا يا باشا يا باشا اشتو بغاشا يا بغاشا يا باشا يا حلو النظرة يا حلو النظرة توبت تقول لك يا حي توبت تقول لك لا لا صباحين امرا صباحين امرا توبت تقول لك ما توبت تقول لك لا 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 بست جدع ومية مية مش اي حد يقدر علي يا فرع بلدي من ورد بلدي من ورد بلدي فرع بلدي مارسي يا وعدي نفسي في معادي ايه بحيدة فاندي اطولي عندي عمال الروميو ترهيه يا وقت يا خدي ملكم ومال والجدع سحال ده حتى رئ وكل وزور يوهاك سامخ يوهاك سامخ لا يا ابني فوق غريب وجاي ترسم علينا ببخد تويشا وخد كمان اي 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 ا يلا هوي ستوب كنت فين هنمسك اتقالاتي عمستهرات معلوش يا مادة مستكتش في القودة مجاهز اللبس التعملش هده اللي جاي على فكرة في واحد مستنيجي هناك مين عزوز عزوز مين عزوز جابر المونتك عزوز جابر وده عايز ايه ده اخر شغل شغل يا ست كل اكون عايزك في ايه سبوبة حلوة كده بالصلاة والنبي سبوبة اه سبوبة ربنا بعينك كريلز هدولي لأ وعلى فكرة التصوير كله هيكون بره 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 في ايه في افريكيا ست ستات افريكيا انت كنت بتشتغل فين قبل ما تشتغل في السينما الله باشتغل برده في السينما بقولك قبل ما تشتغل في السينما كنت بتشتغل ايه هقولك حاجة ست كل انا وقيت على نفسي باشتغل في السينما كنت بتشتغل ايه يعني ممثل لا ببيع لب سبباني ببيع موز لوز جوا السينما وبال وبعد كده ترقيت شوية ودخلت في لعبة البلاسير قاعد الناس في كراسيها وشوية شوية روح تدخل لعبة الانتاج وان شاء الله بعد شوية هدخل لعبة التمثيل والنجومية الله الله لا الله الله بتضحك لإيه مش مش ما كل الكبار بدؤوا كده بدؤوا من تحت خالص احنا مش هنقش تاريخ السينما يا عزوز ايه جبت السيناريو اه مارست كل فضالي قادي السيناريت فضالي ايه ده امرأة في الأدغال مش ممكن شفتي امرأة في الأدغال اسم حلو قوي لسه القفيس بقى القفيس اللي حيجنب بقى حرسمك كده لابسة فستان جلد نمر وفيه أسد بيقفز عليك اسد ايه وجلد نمر ايه يا راجل انت انت تجننت بقى يوسف شاهين بيعمل فيلم الأرض وتوفيه صالح عمل المتمردون والسينمات في مصر بتعرض أفلام لفليني وانتونيوني وانت جاي تقول لي اسد وجلد نمر وبتاع ومالست كل ده جنب ده على فكرة انا محجب قوي بالمخرجين لأجانب انا محجب بالمخرج ده العلام اللي اسمه كلبلوش ايه كلبلوش اه كلبلوش كلبلوش اظن كلود للوش اه كلود مالوش ده بتاع سد وراجل خد يا عزوز خد يا عزوز السنانو بتاعتي بتحالة ايه بتحالة مش راهم بقولك البيع بتاعتك مش نفعاني بيعت ايه يا سد مش عايزة البس جلد نمر ولا عايزة زفر لأدخل ولا عايزة مرسل منقاصله ايو بس ما انت تحصبيش كده انا عاوزك تعودي قاعدة بس مع المخرج مخرج جديد نوفي كمان طب يلا 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 يخونا اتلع برا حشان اغير هدوك المشهد الجديد اوف 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 انت يا عزوز انت يا رجل انت يا دعالة اوف 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 الى فنانة مصر العظيمة ما عميق تقدير الفنك الراقي فريد زهني